السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أصدقاء الصغار كيف حالكم اليوم؟ أتمنى أن تكونوا بأفضل حال هل أنتم مستعدون لننطلق في درسنا لليوم؟ وأنا كذلك، هيا بنا بدايةً يا صغاري، سوف نتعرف على المعلومات التالية الصف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الأول ومادتنا هي المهارات الحياتية والأسرية موضوع درسنا لليوم معاني الرموز الإرشادية الجزء الثاني ومعكم أنا معلمتكم عفراء الترك كذلك معنا أستاذ لغة الإشارة بندر الصالح هذا يا صغاري، كما تعرفنا عليه سابقاً غلاف كتابنا كتاب المهارات الحياتية والأسرية هل أحضرتموه جميعاً؟ أنا واثقة من ذلك وخير ما نبدأ به دائماً وأبداً بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صغاري كما تعرفنا في درسنا السابق نحن الآن في وحدتنا الأولى وحدة صحتي وسلامتي سوف نتعرف فيها على ثلاث موضوعات بدأنا ب معاني الرموز الإرشادية كذلك سوف نتعرف بإذن الله في الحصص السابق التالية على السلامة في تناول الدواء والقامة الصحيحة هذه يا صغاري واجهة وحدتنا الوحدة الأولى صحتي وسلامتي وكما تعودنا بداية سوف نستعرض أهداف درسنا لليوم وهي ما يتوقع من المتعلم أن نتعرف عليه ونتعلمه أثناء درسنا هيا لنبدأ يحدد معاني الرموز الإرشادية الظاهرة أمامنا يصمم رمزا إرشادي بمساعدة والديه يعلل سبب توحيد الرموز الإرشادية في جميع بلدان العالم كذلك أنت يا صغيرتي تحددي معاني الرموز الإرشادية الظاهرة أمامنا تصمم رمزا إرشادي بمساعدة والديك تعللي سبب توحيد الرموز الإرشادية في جميع بلدان العالم إذن هذه يا صغاري أهداف درسنا لليوم سوف نتعرف عليها أثناء استعراض درسنا هيا بنا لنبدأ بداية يا صغاري نود بأن نستذكر معلوماتنا السابقة يا ترى على ماذا تعرفنا في درسنا السابق هيا يا صغاري لنتذكر سويا يا ترى على ماذا تعرفنا في درسنا السابق معاني الرموز الإرشادية أيضا تعرفنا على بعض الرموز ومعانيها كذلك أن الرموز الإرشادية تأخذ أشكال أشكال مختلفة أنتم رائعين لنبدأ إذن تعرفنا على موضوعنا هو معاني الرموز الإرشادية بداية تعرفنا كذلك على المفاهيم الرئيسة وكانت لدينا كلمة واحدة وهي كلمة الرمز ماذا تعني كلمة الرمز يا ترى؟ هيا يا صغاري نتذكر أعطني معنى كلمة الرمز كيف نعرفها؟ إذن هي الدلالة على شيء معين أنتم رائعين كذلك يا صغاري تعرفنا على أشكال الرموز الإرشادية بشكل العام وقلنا بأن الرموز الإرشادية تأخذ الشكل المثلث أو الدائري أو المربع يا ترى إذا كان الرمز أمامي يأخذ الشكل المثلث فهذا يدل على أن هذا الرمز أحسنتم تحذيري أما إذا كان يأخذ الشكل الدائري فهذا يدل على أن الرمز أنتم أذكياء إلزامي أما إذا كان يأخذ الشكل المربع فهذا يدل على أن الرمز إرشادي أنتم رائعين كذلك يا صغاري تعرفنا على بعض من نوعيات الرموز الإرشادية من يذكرها؟ من تذكرها؟ ما هي الرموز الإرشادية التي تعرفنا عليها؟ قلنا بأننا نشاهد هذه الرموز في الطرقات العامة المنتزهات العامة والمراكز التجارية هيا بنا نتذكر أحسنتم تعرفنا على طريقة أعمال الحفر أو الرمز الذي يدل على أعمال الحفر كذلك الرمز الذي يدل على ممنوع من الممنوع تناول الطعام أو إحضاره في هذا المكان كذلك يا صغاري منطقة عبور ذوي الاحتياجات الخاصة أنتم رائعين كذلك طرحنا هذا السؤال ماذا يحدث عند تجاهل هذه الرموز؟ ويا ترى ما هي إجابتنا على هذا السؤال؟ أحسنتم نقع في المشكلات والحوادث أيضا يحاسب من يتجاهل هذه الرموز إذن هذه يا صغاري مجموعة من المعلومات التي تعرفنا عليها في درسنا السابق وأنا متأكدة من أن جميعكم يتذكروا هذه المعلومات لأنكم أذكياء لنتعرف الآن على جزئيتنا الجزئية الثانية من درس معاني الرموز الإرشادية ولنبدأ بكتابنا المدرسي هيا بنا لنقم بفتحه على صفحة ثالثة عشر هيا يا صغاري لنحضر الكتاب ونقم بفتحه على الصفحة الثالثة عشر يظهر أمامنا يا صغاري النشاط الثاني نشاط رقم اثنان يا ترى ما هو السؤال؟ أتخيل لو كانت هذه الرموز تتكلم فماذا ستقول؟ إذن يا صغاري مرة أخرى الآن نحن في كتابنا المدرسي الصفحة الثالثة عشر نشاطنا الثاني سؤالنا هو أتخيل لو كانت هذه الرموز تتكلم فماذا ستقول؟ نشاهد رمزنا الأول في الأعلى هيا يا صغاري لنتخيل لنتخيل بأن هذا الرمز يتكلم يا ترى ماذا سوف يقول لنا؟ هيا لنفكر يا صغاري سوف أترك لكم دقيقة للتفكير إذن يا صغاري نحن الآن لنفكر في ماذا؟ ماذا لو كان هذا الشعار أو هذا الرمز يتحدث إلينا؟ ماذا سوف يقول لنا؟ أحسنتم وكاني أسمع إجابات صحيحة أن نرمي الأوساخ في سلة المهملات إذن نقول لنا هذا الرمز الرمز الأول لنحافظ على بيئتنا نظيفة إذن يا صغاري ماذا يقول لنا الرمز الأول؟ لنحافظ على بيئتنا نظيفة كيف نحافظ على بيئتنا نظيفة؟ بأن نقم برمي جميع الأوساخ في سلة المهملات أنتم رائعين وأن لا نترك الأوساخ من خلفنا كم أنتم رائعين يا صغاري؟ لنقم بالكتابة سويا إذن سوف نكتب أمام رمزنا الأول لنحافظ على بيئتنا نظيفة هيا يا صغاري لنتخيل مرة أخرى بأن هذا الشعار الشعار الثاني يتحدث إلينا هيا يا صغاري ماذا سوف يقول لنا يا ترى؟ سوف أترك لكم دقيقة للتفكير إذن الآن يا صغاري نحن في الرمز الثاني يا ترى إذا كان يتحدث هذا الرمز ماذا سوف يقول لنا؟ أحسنتم هذا رمز إعادة التدوير كم هذا رائع أنتم أذكياء إذن ماذا يقول لنا يا ترى؟ من وسائل الحفاظ على البيئة إعادة التدوير أنتم رائعين إذن يا صغاري الشعار الثاني أو الرمز الثاني يقول لنا إذا كان يتحدث من وسائل الحفاظ على البيئة إعادة التدوير هيا يا صغاري لنكتب ذلك سويا من انتهى من الكتابة يا صغاري ينتقل إلى الرمز الأخير ويفكر ماذا لو كان هذا الرمز يتحدث إلينا؟ يا ترى ماذا سوف يقول لنا؟ هيا يا صغاري لنفكر هذه علامة ماذا يا ترى الرمز الأخير؟ من يعرفها يا صغاري؟ من تعرفها؟ هل شاهدتموها من قبل؟ إذن يا صغاري أنتم رائعين طفاية الحريق لإخماد الحريق إذن في ماذا نستخدم هذه الصورة؟ في ماذا نستخدم هذا الرمز؟ دائما للدلال التي على مكان طفاية الحريق في ماذا نستخدمها؟ نستخدمها لإخماد الحريق إذن يا صغاري في هذا النشاط تعرفنا على ثلاثة رموز تخيلنا لو أن هذه الرموز تتحدث إلينا الرمز الأول كان يقول لنا لنحافظ على بيئتنا نظيفة الرمز الثاني كان يقول لنا من وسائل الحفاظ على البيئة إعادة التدوير والرمز الثالث يقول لنا طفاية الحريق تستخدم في ماذا؟ لإخماد الحريق هل كتبتم ذلك يا صغاري؟ أنا متأكدة من ذلك ما زلنا يا صغاري في كتابنا المدرسي وما زلنا في الصفحة الثالثة عشر إذن يا صغاري لا نغلق الكتاب ما زلنا في كتابنا المدرسي وما زلنا في الصفحة الثالثة عشر والنشاط رقم ثلاث لنقرأ السؤال ولنفهم ماذا يريد منا نشاط رقم ثلاث توضع هذه الرموز الإرشادية أو الإرشادية للدلالة على وجود ماذا؟ مرة أخرى يا صغاري نحن الآن في الصفحة الثالثة عشر نشاط رقم ثلاث وسؤالنا هو توضع هذه الرموز الإرشادية للدلالة على وجود هيا يا صغاري لننتقل إلى الصورة الأولى يا ترى صورة ماذا هذه يا ترى؟ على ماذا يدل هذا الرمز؟ ماذا يوجد في هذه المنطقة؟ هيا يا صغاري أحسنتم رائعين إذن يوجد هاتف إذن الرمز الأول يدل على الهاتف هيا يا صغاري من انتهى من الكتابة ينتقل إلى الرمز الثاني والتفكير هذا الرمز يدل على ماذا؟ هيا يا صغاري طريق أحسنتم رائعين إذن يدل على أنه أمامنا طريق متعرج إذن يا صغاري قمنا بمشاهدة الرمز الثاني ونلاحظ بأنه يأخذ الشكل هيا يا صغاري لنتذكر يأخذ الشكل المثلث إذن هو هو تحذيري إذن أنتم رائعين يحذرنا من أن هذه المنطقة ماذا يوجد فيها؟ طريق متعرج ننتقل الآن يا صغاري إلى الصورة الثالثة ونلاحظ شكل الرمز الموجود فيه إذن يا صغاري شكل الرمز يأخذ الشكل المربع ونحن تعرفنا في درسنا السابق بأنه عندما يأخذ الرمز الإرشادي الشكل المربع يدل على أنه أحسنتم أنه إرشادي يرشدنا إلى ماذا؟ أنتم رائعين بأن في هذه المنطقة يوجد لدينا محطة حافلات إذن يا صغاري مرة أخرى تعرفنا على النشاط الثالث على ماذا تعرفنا فيه؟ على دلالات الرموز الإرشادية الموجودة أمامنا الرمز الإرشادي الأول يدل على وجود الهاتف الرمز الإرشادي الثاني يدل على أن الطريق أمامنا طريق متعرج والرمز الإرشادي الثالث يدل على في هذه المنطقة ماذا يوجد؟ يوجد لدينا محطة حافلات هل قمتم بالكتابة يا صغاري؟ أنا واثقة من ذلك الآن يا صغاري ما زلنا كذلك في كتابنا المدرسي ولكن لنقلب الصفحة وننتقل إلى الصفحة الرابعة عشر هيا يا صغاري ما زلنا في كتابنا المدرسي؟ قبل أن نقرأ سؤالنا هيا صغاري موجود أمامنا رمز من الرموز التي تعرفنا عليها في مقدمة كتابنا هيا يا صغاري على ماذا يدل هذا الرمز؟ أحسنتم رائعين سوف نطلب مساعدة مساعدة والدي العزيزان وأسرة الغالية هيا بنا لنقرأ السؤال عزيزي الأب عزيزتي الأم ساعد أبناؤكما على تصميمي وابتكاري رمز إرشادي الآن يا صغاري أريد من كل واحدة منكم أريد من كل واحد منكم أن يطلب المساعدة من أسرته العزيزة في ماذا؟ في أن نقوم بتصميم شعارنا الإرشادي الخاص إذن يا صغاري نشاهد مجموعة من الصور ونبتكر فكرتنا هيا يا صغاري الآن أريد من جميعكم أن يطلب المساعدة من أسرته العزيزة في ماذا؟ في ابتكاري وتصميمي شعاره الخاص بداية سوف نفكر هل هو سوف يأخذ الشكل المثلث؟ هل هو سوف يأخذ الشكل الدائري أم المربع؟ ثم بعد ذلك نقوم بتصميم الشعار بداخله لقد قمت أنا بمساعدتكم قليلا وقمت بالبحث عن شعار إرشادي ووجدت هذا الشعار يأخذ الشكل المثلث يدل على تقاطع طرق إذن يا صغاري قمت أنا بمساعدتكم وبحثت عن شعار مختلف وجدت هذا الشعار يأخذ الشكل المثلث يدل على تقاطع الطرق إذن يا صغاري أنا في انتظار تصاميمكم جميعا وواثقة بأن جميعكم سوف يقوم بالتصميم بشكل جميل إذن يا صغاري عزيزي الأب عزيزتي الأم ناقشا أبنائكما فيما تعلموه في من درس اليوم إذن يا صغاري لأهمية درسنا اليوم وهو معاني الرموز الإرشادية لا بد لنا وأن نتناقش مع أسرتنا العزيزة في كل رمز نشاهده سواء كان في الطرقات في المنتزهات العامة أم في المراكز التجارية بعد ذلك يا صغاري وكما سوف نلاحظه في جميع دروسنا اللاحقة بإذن الله نهاية كل درس يوجد لدينا إرشادات عامة وهي إرشادات من المهم جدا أن نتبعها في حياتنا لنشاهد إرشاداتنا العامة لهذا الدرس لكل رمز من الرموز الإرشادية معنا وكما شاهدنا في درسنا بأن هناك رموز إرشادية وتكلمنا عن معانيها ثانيا الرموز الإرشادية وضعت للدلالة على شيء معين كما عرفنا الرمز في حصتنا السابقة بأنه هو الدلالة على شيء معين بعد ذلك يا صغاري احترام الرموز الإرشادية والتقيد بها أمر ضروري كما ذكرنا ذلك يا صغاري أثناء درسنا من الضروري جدا من المهم جدا أن نتبع جميع الرموز الإرشادية التي نشاهدها وتحدثنا عن ماذا لو تجاهلنا هذه الرموز كذلك يا صغاري هذه الرموز الإرشادية موحدة في جميع بلدان العالم إذا طرحت عليكم سؤال يا صغاري عللي أو علل لماذا الرموز الإرشادية موحدة في جميع بلدان العالم يا ترى؟ عللي أو علل الرموز الإرشادية موحدة في جميع بلدان العالم إذا ذهبنا إلى أي مكان في العالم فإننا نشاهد هذه الرموز ومعناها في كل البلدان واحد لماذا يا ترى؟ أحسنتم رائعين ليسهل علينا اتباعها وفهمها إذا يا صغاري ليسهل علينا اتباع هذه الرموز وفهمها الرموز الإرشادية موحدة في جميع بلدان العالم كذلك يا صغاري اتباع مدلولات الرموز الإرشادية يدل على الوعي والثقافة وأنا واثقة من أن جميعكم واعيين مثقفين أذكياء نتبع الرموز الإرشادية حين نشاهدها في كل مكان إذن يا صغاري هذه مجموعة من الإرشادات العامة تخص درسنا لليوم لا بد لنا من اتباعها جميعها لكل رمز من الرموز الإرشادية معنا الرموز الإرشادية وضعت للدلالة على شيء معين احترام الرموز الإرشادية والتقييد بها أمر ضروري هذه الرموز الإرشادية موحدة في جميع بلدان العالم اتباع مدلولات الرموز الإرشادية يدل على الوعي والثقافة ننتقل الآن يا صغاري إلى الجزء الممتع جدا من درسنا وهو هيا نمرح الآن يا صغاري نحن متواجدون في الكتاب المدرسي صفحة 16 هيا يا صغاري نفتح الكتاب سويا على صفحة 16 هل شاهدتم أيقونة هيا نمرح؟ أحسنتم رائعين لنشاهد سؤالنا الأول أضع رقم الرمز في المكان المناسب له صغاري أمامي مجموعة من الرموز وعليها أرقام سوف نضع الرمز في المكان المناسب على الصورة أمامنا بداية لنبدأ بالرموز أولا رمز رقم واحد رمز رقم اثنان ثلاث أربعة خمس ست سبع لدينا سبعة رموز هيا بنا يا صغاري سوف أترك لكم دقيقة واحدة للتفكير بهذه الرموز ووضعها بالمكان الصحيح إذن يا صغاري أمامنا مجموعة من الرموز الإرشادية سوف أضعها في المكان الصحيح على الصورة أمامنا بداية يا ترى على ماذا يدل رمز الرقم واحد يا ترى على ماذا يدل طريق المشات أحسنتم أين أضعه أين أضعه في الصورة الموجودة أمامنا يا ترى أين يكون طريق المشات أحسنتم رائعين إذن نضع رقم واحد هنا بعد ذلك يا صغاري لدينا محطة وقود يا ترى أين أضعها ما هي الصورة المناسبة لها أنتم رائعين سوف أضع رقم اثنان بعد ذلك يا ترى على ماذا يدل هذا الرمز إذا شاهدنا إنهم أطفال يحملون حقيبة إذن يدل على أحسنتم رائعين يدل على المدرسة رقم أربعة على ماذا يدل هذا الرمز يا صغاري أنتم أذكياء يدل على المسجد أيضا رقم خمسة أحسنتم يدل على أن هذه منطقة دوار ورقم ستة عندما نشاهد هذا الحرف على ماذا يدل؟ أحسنتم رائعين إنها المستشفى وأخيرا يا صغاري ماذا يتبقى لدينا رمز رمز المطعم إذن يا صغاري قمنا بإيصال الرموز الإرشادية بالشكل الصحيح على الصورة الموجودة أمامنا أتمنى من أنكم جميعا قمتم بكتابة الأرقام بالشكل الصحيح ننتقل الآن يا صغاري إلى الصفحة المقابلة صفحة رقم سبعة عشر لدينا سؤالنا الأخير وهو أختار المعنى الصحيح لكل رمز الآن يا صغاري نريد التركيز أمامنا مجموعة من الرموز وأمامنا مجموعة من المعاني سوف نقوم باختيار المعنى الصحيح لكل رمز لنبدأ بالرمز الأول يا صغاري يا ترى على ماذا يدل لنقرأ المعاني الموجودة أمامه ممنوع الوقوف أمامك دوار ممنوع استعمال المنبه هيا يا صغاري سريعا على ماذا يدل هذا الرمز أنتم رائعين إذن يدلوا على ممنوع استعمال المنبه ننتقل إلى الرمز التالي يترى على ماذا يدل هذا الرمز هل يدلوا على غرفة غيار أطفال موقف ذوي احتياجات الخاصة أم سلب كهربائي أحسنتم إذن يدلوا على غرفة غيار أطفال الشكل الثالث أو الرمز الثالث يا ترى على ماذا يدل يا صغاري هل يدلوا على خطر الإنزلاق ممنوع التدخين أم مدرسة عندما نشاهد هذا الرمز أحسنتم يدلوا على ممنوع التدخين ننتقل إلى الرمز الأخير يا ترى عندما أشاهد هذا الرمز على ماذا يدل لنقرأ المعاني هل هي دورة مياه هل هي مطفاة حريق أم أعمال حفر هيا يا صغاري أحسنتم إذن أعمال حفر هيا يا صغاري قموا بالإجابة بشكل صحيح كما هو ظاهر أمامكم إذن قمنا باستعراض مجموعة من الرموز الإرشادية وقمنا باختيار المعنى الصحيح لها الرمز الأول يدل على ممنوع استعمال المنبه الرمز الثاني غرفة غيار أطفال الرمز الثالث ممنوع التدخين والرمز الرابع أعمال حفر هل قمتم باختياري الصحيح يا صغاري كما هو موجود أمامنا أنا واثقة من ذلك وصلنا يا صغاري إلى نهاية درسنا لليوم أتمنى من أننا جميعا استفدنا واستمتعنا بمعلوماتنا لهذا الدرس ألقاكم على خير بإذن الله في حصصنا القادمة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه إلى اللقاء